نظريات التعلم التعليمية هي مجموعة من الأفكار والنماذج التي تشرح كيفية اكتساب المعرفة وتطوير المهارات. من أبرز هذه النظريات؟ 1. النظرية السلوكية تركز على كيفية تأثير التعزيز والعقاب في تعديل السلوك. من أبرز مؤيديها بفلوفو سكينر. 2. النظرية المعرفية تركز على العمليات العقلية الداخلية مثل التفكير والذاكرة وحل المشكلات. جنب ياجيه أبرد بأندورا من أبرز ممثلي هذه النظرية. 3. النظرية البنائية تفترض أن التعلم هو عملية بناء المعرفة من خلال التفاعل مع البيئة. جنب ياجيه وليف في غوتسكي هما من أبرز الدعمين لهذه النظرية. 4. النظرية الاجتماعية تؤكد على أهمية التعلم من خلال التفاعل الاجتماعي والتعلم بالملاحظة والتقليل. ألبرد بأندورا هو أحد مؤيدي هذه النظرية. 5. النظرية الإنسانية تركز على تطوير الذات وتحقيق الذات وتحقيق الإمكانيات الشخصية. إبراهام مسلو وكارلو روجرز هما من أبرز رواد هذه النظرية. 6. النظرية الجشطلتية كيشتوتثيري المفهوم الأساسي تركز النظرية الجشطلتية على كيفية إدراك الأفراد للعالم بشكل كلي وليس جزئي. 7. تشدد على أن الناس يدركون المعلومات ككل متكامل بدلاً من مجرد مجموعة من الأجزاء المنفصلة. الممثلون الرئيسيون ماكس فرتهايمر والإفغان كوهلر وكورت كوفكا. 8. الطبيقات تستخدم في فهم كيفية معالجة المعلومات وكيفية تأثير التنظيم والتفاعل بين العناصر على الإدراك والتعلم. 7. نظرية السوسيو بنائية سوسيو كونستركتفزم المفهوم الأساسي تركز هذه النظرية على أهمية التفاعل الاجتماعي في عملية التعلم. تشدد على أن التعلم يحدث من خلال التفاعل مع الآخرين ومشاركة المعرفة وأهمية السياق الاجتماعي والثقافي في تشكيل المعرفة. الممثلون الرئيسيون ليفو فيغوتسكي هو أحد أبرز ممثلي هذه النظرية. الطبيقات تستخدم في تصميم بيئات تعليمية تتيح التفاعل والتعاون بين الطلاب وتشجيع التعلم من خلال الحوار والمشاركة الجماعية. ثماني نظرية الذكاءات المتعددة ملتب الانتاليجنسي سثيري المفهوم الأساسي تقترح هذه النظرية أن هناك أنواع متعددة من الذكاء وليس ذكاء واحد فقط. كل شخص يمتلك مزيجا فريدا من هذه الأنواع. الممثلون الرئيسيون هوارد غاردنر هو مؤسس هذه النظرية. الطبيقات تستخدم في تصميم المناهج التعليمية بحيث تشمل مختلف الأنواع من الذكاءات، مثل الذكاء اللغوي، الرياضي، الموسيقي، المكاني، الاجتماعي، الشخصي، والطبيعي، لتلبية الاحتياجات وتفضيلات التعلم المختلفة. كل من هذه النظريات تقدم منظورا فريدا حول كيفية تعلم الأفراد وكيفية تحسين استراتيجيات التعليم. كل نظرية توفر إطارا مختلفا لفهم كيفية تعلم الأفراد وتطوير مهاراتهم وتساعد في تصميم استراتيجيات تعليمية فعالة. ترجمة نانسي قنقر